بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر بالفقه وان شاء الله بابدأ معاكم سلسلة دروس صغيرة عن تطوير لعبة بسيطة باليونيتي والهدف منها واحد يكون عندكم نبذة عام معاني اليونيتي اثنين يكون عندكم خلفية عن تطوير اللعب بشكل عام وقبل لا نبدأ بالدروس حابة ورريكم النتيجة النهائية زي ما انتم شايفين في صندوقين هنا يرمون كور حمراء عشوائية واللي هي العقبات اللي لازم نتجنبها يعني لو مثلا مسكت واحدة فيهم تغسر تعيدلك المرحلة وهنا النقاط اللي نجمعها وهذا العداد اللي يعدلنا كم نقطة جمعنا واذا خرج بره الحدود يرجعك مكانك مرة ثانية من غير معيد المرحلة فكرة اللعبة جدا بسيطة تحاول جمع كروش من غير ما تمسك الكرة الحمراء لو مسكتها تنعادل لعبة زي ما شفتوا اللعبة جدا بسيطة لكن فيها بعض العناصر الأساسية للألعاب زي العقبات وتجميع النقاط والتحكم باللاعب وفي حدود وحبيت أخلي الدروس سهلة عشان تكون محطة بداية لأي شخص يبغي يتعلم أو يدخل مجال تطوير الألعاب وهذه مجرد بداية المشوار ومن بعدها إن شاء الله بنبدأ بالدروس ثانية أكثر وكثر وإذا عندكم أي اقتراحات اكتبوها أو ارسلوها على الخاص وإن شاء الله أفيدكم وتفيدوني كان معاكم عمر بالفقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته